شبابنا هم قادة الغد وصناع المستقبل وعلينا الاستثمار وتقديم النصيحة لهم وإرشادهم حتى تحقيق الهدف المنشود المجالس الطلابية البلدية في مدارسنا هي نواة لانطلاق الطلاع قادة المستقبل للحديث عن المجالس الطلابية البلدية في المدارس نصط ضيف الطالب علي كبهة من قرية خورسقر رئيس مجلس البلد الطلابي في مدرسة عارة عرعre الثانوية أهلاً فيك بداية عرفنا عن نفسك علي طارق كبهة من قرية خورسقر رئيس مجلس طلاب البلد عرعرى كنت بتحدث مجلس الطلاب في مدرسة عرعرى الثانوية ما الذي يقدمه المجلس الطلابي البلدي في المدرسة للطلاب؟ مجلس طلاب البلد يتكون أول شيء من جميع مدارس العرى 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 العددية والثانوية يأتي من كل مدرسة ثلاث أعضاء وهيكا يكون مجلس طلاب بلدي بعدين يأتي لفترة الانتخابات مجلس طلاب بشكل عام يساوي تطويرات كل شيء بالبلد يعني لتحسين وتطوير البلد مثلا حفلات ترفيهية وتعليمية محاضرات ملان أشياء لتطوير البلد وتحسينها وبنفس هالوقت الأشياء يقلل من ظهرة العنف يعني بخلي الناس تلتهي بالأشياء التي تبسطها التي تبعد كل شيء عن العنف كيف علي حكيلي كيف يتم هذا الأشياء كيف ممكن إحنا نبعد شبابنا من ظهرة العنف يعني بنعطيهم ورشات التي تبكى الناس تتعرف على بعض أزياد يعني تبعد عن سير إشياء بينهم صحبة يتبعد عن القتل والمسبيات والهالشغلات العنف تترك للصداقة أكثر وكذلك بعض المحاضرات اللي بيجي كذلك إحنا من الواحد ينتمي لبلده يعني فيه فعاليات ونشاطات اللي بتقوموا فيها ذكرت المحاضرات أكيد أي نشاطات مثلا بتهم هذا الجيل ما لن نشاطات فيه ما لن أشياء بتصير بالبلد ممكن يوم تراثة اللي يجمع بين عدة مراتك بنفس البلد برضو فيه مثلا محاضرات مثلا إحنا ستركتين من قيم محاضرة مع الناشط عيس عياط هو ناشط طبعا إنه بالبلاد بعت محاضرات وقعدين طبعا منخطط لمحاضرة اسمها مستقبل شبيبتنا في عرع عرعر حلو أنا العصفورة حكتلي إنه كنت مبارح في جلسة مع رئيس المجلس نظبط صحيح أش بتقرروا أش هيك عم بتفكروا في برنامج عم بتخططوا فيه ملان مخططات ومشاريع اللي رح نقوم بها في بلدتنا عرع عرعر مثل مثلا إحنا قررنا نجيب السينما لعنا أوه بدل ما إحنا نروح لحيفا رئيس المجلس كرر يجيب السينما لحيفا إلى عرع عرع ممتاز عنا قاعة ياضية تبيرة قررنا نعمل نفس السينما بالزبط بدل ما تبكى السينما بحيفا واحد يروح نص ساعة رجع ونص ساعة روحها يبكى الإشي بعرعر يبكى الإشي بالزبط نفس السينما ساعتين ونص تلت ساعات الفيلم مع بشار مع كولا يتريح على كورستو ويحضر يأخذها بكيف بكرة رائعة أنا متعوي كمان على العرع عرع عرع أهلا وسهلا بك الله يسهلا تسلام فأكيد يعني في مشاركة وتعاون مع رئيس المجلس أكيد أكيد إحنا منثق برئيس المجلس إنه برضو رح يساعدنا بهذا الموضوع برضو إحنا نشتل على تعزيز الرياضة في بلدتنا الواحد برضو منخضر نقول لها برضو بتقلل من العنف تعزيز الرياضة برضو فيها المشاركة بين الأشخاص نعم يعني بتقوموا في مسابقات رياضية أكيد أكيد إحنا هسا بكون مثلا مثلا خير نكون فينا مثلا ملاعب نكون بترميمها نعم مثلا ضياط مثلا ملاعب بده ضياط مثلا منحط له ضياط بسبب مثلا في عندك شباب أو أقول لك أنا من جيلي في عنا مثلا ملعب خورسكر اللي هم مش موجود فيه ضياط الملعب هذا اللي بيجو اللي هم جيلي اللي بيلعبوا من الساعة أربعة مثلا للعصر من أربعة لعصر لسبع المغرب بعد سبع المغرب وين بروح الشباب يا رقيلي يا دخان يا مثلا لعب شدة أو كذا إحنا نقدر نعز الرياضة أكثر الشباب مثلا إحنا سألنا مثلا حم الدنيا حم مش أي واحد تحمل اللي يلعب بالحم نقدر نحط ضياط اللي نلعب بعد المغرب ومن هيك من قد وقت طبعا يعني كمان استغلال هذا الوقت الضائع مزبوط بأشياء مهمة رائع في مرضو ملان مشاريع اللي ممكن نسويها بالبلد مثلا يوم تراثة في ملان أشياء اللي يعني كيف تقعد بتحطو طبعا في اللجنة وفي المجلس الطلابي هذه الأفكار وبتقرروا طبعا أوش يتم التداول بين طاقم مجلس الطلاب اللي هم مكون من رئيس مجلس طلاب ونائبة ومتحدث وسكرتيري طبعا مع المرشدة في عنا مديرة قسم الشبيب بآية كبهة اللي طبعا هي اللي بتساعدنا برضا وبتعطينا منطقاتها وبتدفشنا زي دفشة لكدام إذا ما يقرروا بعن جد انه يعني كدما كان عدد كليل أو عدد كبير تعطينا الدفشة انكم بتقدروا تغيروا بالبلد يعني مش يعني بالجيل الصغير ما نعطوا بتنفيش تعمل قشي بالبلد لا بتدفشة انكم بتقدروا تغيروا انتم مؤثرين لبلد أكيد، أنتم اللي بتغيروا، أنتم الشباب، أنتم الجيل الصعد، أنتم اللي بتغيروا، فبتعمل هيك إنتي حالي كرئيس المجلس البلدي، استفتاء مع الشباب، شو بيحبوا يشوفوا، أي فعاليات بتهمهم؟ أكيد، إحنا كوظيفتنا بالمجلس برضو، نشوف إحنا شو مجلس، شو الأهل العرعرة اللي إحنا الشباب اللي زينا، شو مثلا شو يبكى جعبالهم اللي ناقص مثلا بالبلد ومش موجود، اللي إحنا منحط كل قوةنا قوةنا عشان نجيبهم عشان بدل، مثلا زي السينما مثلا، السينما زي ما قلتلك بدل ما يروحوا هون وهون، أكيد رح يتريحوا، برضو إحنا الأفلام اللي رح نجيه زي السينما موجودة عن اليوتيوب، فهمت علي؟ نعم، نعم، في أي مكان اللي ممكن حدا يقدر يطولها أو يحضرها، مزبوط، مزبوط، أنا بعرفي علي أنك أنت من الإعدادية كنت رئيس كمان مجلس طلابي، وفي الفانوية الآن أنت موجود، إلى أين تطمح أن تصل؟ الأبعاد الحدود، مثلا؟ من هذه الشغلة أنه مجالس طلاب وأشياء، يمكن مثلا أفوت بعدين بتطوعات، أما زي ما تقول أكثر هسا مثلا مركز على تعليمي ومستقبلي بالتعليم أكثر، بس برضو عندي طموح أن أوصل بهذه الشغلة، يعني دائما أوي بكل، مثلا بأودي له، أو عند اليوم اجتماع، أو عند اليوم مثلا زيارة معينة، فميسنوك يشبههم مثلا بعدو كنيسة، فهمي؟ أو رئيس شغلة، فتفتح نفسي لهذه الشغلة، بس برضو نفس الوقت أنا مركز على تعليمي وعلى مستقبلي بالتعليم هل لكم علاقة مع مجالس طلابية بلدية أخرى يعني كمجلس طلاب قطري مثلا؟ طبعا هو كل سنة بيصير ملان أشياء مثلا مثلا مجلس الطلاب مثلا عرار عرارة، أكيد رحيبك مثلا تواصل مع مجلس طلاب أم الفحم، هاي الأكيد دائما هاي الأشياء بتصير دائما كل سنة بين هاي البلاد، بنفس الوقت في عنا مثلا طليعة أجيك أو عنا مثلا سرية الكشاك، اللي هي نفس مجلس طلاب برضو بتخطط لملان أشياء اللي تعمل بالبلد، وبرضو يبكى فيه بيه ومتواصل هل برأيك إنه يمكن اكتساب خبرة ومهارات القيادة، إنه الواحد لازم يكون قائد بالمستقبل من خلال تجربة المجلس الطلابي؟ طبعا أول إشي من مجلس الطلاب الواحد يفوت بثقة عالية، يفوت إنه يعمل حسابه مثلا يتخرف قدام مجلس مكوّن من 13 عضو، بده يطلع يحشي قدام كل الناس، يحشي قدام الآلاف يعني من الناس، قدام بلدته، قدام أهله، لازم يكون عنده القوة الشخصية والثقة، وإذا كان الإشي مثلا ناقص، هو من ناحية تعامل مع مجلس الطلاب، الإشي رح يزيده ثقة، لماذا رح يزيده؟ يعني أكيد إحنا عنا من الأعضاء، إحنا دائما نشجع بعضنا، وأغلب المشاكل اللي بتصير بيننا، نقدر نكون إنها مشاكل إيجابية، إيش يعني مشاكل إيجابية؟ مش مشاكل إيجابية يعني إحنا بنتكاتل على إشي بدنا إياله للأفضل، مثلا أنا بدي أفضل هذا الأفضل، مثلا بيجي عضو ثاني بيكون لع بدنا نساوي إشي بس هذا الإشي بك أفضل من اللي أنا بثانا كلتهم، إحنا دائما بدنا نساوي على الأفضل، ولو أحد أكيد يبكي عنده كوة شخصية، أنت حكيت لي أنك بتحب تكون دائما مميز، وتترك بصمة في أي مكان بتكون فيه أو بتزوره، يعني كيف ممكن الإنسان أنه يكون مميز عن الآخرين؟ مميز عن الآخرين، أول شيء محبته للناس، الناس بتحبه، بتعزه، بتعرف إيش هو، يعني أنا مثلا بمشي بالشارع، بكلولي أهلا رئيس، بني بسط أنا، أنا كعالي بني بسط، ما لأن أشياء أين بروح بحب أحط بصمتي، نعم، يعني هون مثلا بروح على حفلة بحب أحط بصمتي بالأشي هنا، بروح مثلا على الاجتماع مع كده بحب أحط بصمت بها، خلينا نسمع إسا وتحط بصمتك في هذا اللقاء، بدي توجه إسا الآن لجيل الصاعد كلمة، إيش بتحب تقولهم، هاي كاميرتك؟ أول إيش، الواحد يكون عنده ثقة بنفسه، خلي عنده القوة الشخصية، ما يخافش من أحد، ما يحطش كلمة مستحيل بقموصه، لأنه يعني كلمة مستحيل هي مش كلمة، لازم الواحد يبكي عنده قوة شخصية، أنه يواجه كل الانتقاضات اللي بتيجيه، كل المسبيات اللي بتيجيه، الصعوبات، الصعوبات، بلعش، بلعش، بدناش مسبيات، نعم، كل الصعوبات اللي بيتواجهه، وكل الانتقاضات، وزي ما يقوله يعني يمركها كلياتها، وإن شاء الله يوصل لأعلى الطموحات، الطالب علي كبهة، رئيس مجلس طلاب مدرسة تعرعرة، عارة المثلث الثانوية، نتمنى لك دوام التوفيق في مهماتك الحالية، وتحقيق طموحاتك المستقبلية، شكراً، تسلمي.